بعمل ليه فيديوهات؟ بعمل عشان الجرائم اللي عمالة تحصل حوالينا بعمل ليه عشان الشارع باين لي كده ان هو مفوش اخلاق الاخلاق بايت مش باينة احنا عايزين نلبس عدسات كده بحس ان الرجولة بايت بعافية وبحس ان القنوسة بايت بعافية وبايت بحس ان في بنات كتير باقوا مسترجلين وبايت بحس ان في ولاد كتير باقوا ناسونين لمؤاخذة الراجل فوق مثلا والستة هي فالراجل بعمل بينزل فوق دي الخشونة قصد يعني الراجل فوق ده عشان هو الخشونة مثلا والقوة وان هو ما بيعترفش بمشاعره قوي وان هو الحب عنده افعال كده ومش اقوال لا انا ابني حاجة كده ولا عمل لها حاجة كده احسن ما اجا قل لها يا حبيبة قلبي اللي طالعين بقى تقريبا بيكتفوا بحبيبة قلبي ده حلو للستات طبعا بس ده مش حلو عن رجولة على فكرة الراجل بدأ ينزل للمستوى اللي هو شوية انت يا عمي ما تنشف كده يات شوية في ايه كده والست بقى يتعملها بتطلع في ايه يا ست انت في ايه بقى الستات بتسترجل ورجالة بتتنسون بعد ده بيحصل وبقى مذهل جدا لما بتيجي الوحيد تشوف حاجات كده طب يعني راجل يروح يقتل واحدة عشان خطر قالت له مش هتجوزك مثلا يعني ايه بس هي الرجولة بقت بعافية والقنوسة بقت بعافية ايه كان ايه كان على ايامنا وابل ايامنا الراجل بس اللي بيعاكس دلوقتي معادش الراجل بيعاكس الراجل بقى بقيت المعاكسة دي حاجة لا فيه اعلى بقى من المعاكسة 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 ايه وبتاع ايه ده البنات دلوقتي ايه اللي بتعاكس البنات بيعاكسوا دي كتصفة راجل بس ببقى التعاكس بصوت بصوت مش تبص تعاكس بصوت والراجل عدا بقى سقف المعاكسة يعني هو بقى التحرش ده اول حاجة خلاص معاكسة ايه وبتاع ايه ده المعاكسة دي بتاعت البنات دلوقتي انا روح اتحرش على طول ودي طبعا ملهاش دعو بالرجولة خالص اللي روح يسرق حاجة من حرمت راجل غيره حرمت راجل غيرة محياسة البنت ولا الست اللي ماشي في الشارع دي هي جات من أبه وليها أخه فهي حرمت رجالة تانية وممكن تكون متجوزة كمان فيبقى جوزها وعشان المجتمع عمال يعمل بالمنظر ده أنا بدأت بقولتها أجيب شوية حقوق الناس عارفها بس نفكر بها الناس الجيل اللي طالع ده ما يعرفش فيها حاجة الجيل اللي طالع ما يعرفش هاي حاجة في الحق دي لو جبت حد صغير قلت له جارك حقه إيه مش هيعرف يقولك حاجة تقوله حد يعمل مع جاره كزا هيقولك ماشي تامني وعمل فيه يا حبيبي الحاجات اللي اتأمرنا بيها نعملها مع الجار اتأمرنا بيها مع الجار الوحش مش مع الجار الحلو يعني أما ييجي النبي عليه الصلاة والسلام يقعد جبريل عمال يوصيه على الجار كل شوية حال يعني بالمنطق كده إن اللي بيوصيك على الجار ده بيوصيك بيقولك الجار الكويس تتعامل معه كويس وما تغضبش عليه وحرمت جارك سيحرمتك وبيت جارك تتابع لما يكون مش مساق كل الحاجات دي يعرفها لأ الجيل اللي طالع ما يعرفش الحاجات دي والجيل اللي قدم نسي خلاص الحاجات دي وبينها بنقول ما هو بتكلم معي وحش ما هو بتعامل معي وحش لما لوش دعوا معه عشان هو بتعامل معك وحش نزلت الحديث والآيات والرسالة النبي عليه الصلاة والسلام جالنا بالرسالة وقال المجتمع اصلي بيبدأ من جوا الشقة وبعد جوا الشقة اللي هو الراجل اللي امراته وبعدين العالجوم حيطلع عالجاج وهو المجتمع هيبدأ كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته